الطرف اللي عايز يطلع صح والتاني يطلع غلطان بيدوس على ايه؟ حتى لو كان بيدوس على قلب شريك حياته وعشان كده الأسال السلبية اللي ممكن تحصل في حالة تفضيل السكوت لعدم كسر خاطر شريك الحياة خمس حيات تعالوا نشوفه أول حاجة الخرص الزواجي إن الزجون هيقولوا طرم الكلام بيسبب مشاكل يبقى السكوت أحسن ما همش بيفهمني ولا بيحترم كلامي ولا هي بتفهمني ولا بتبص الكلام بعين الاعتبار فيقرر الزجون إن هم يسكتوا لحد ما يصابوا بما نسميه نحن في الدراسات الرشاد الزواجي بالخرص الزواجي وكأن الكلام بينهم بيختفي ويتبخر فنفاجأ إن ما بقاش في كلام الحاجة التانية حاجة بنسميها الانعزال الزواجي مع قلة الكلام شيئاً فشيئاً بنوصل بعض الخرص الزواجي هيقول كل طرف فيهم إذا كنا من نتكلمش مع بعض ويبقى نوع من أنواع التبرير الحالة دي إن الأفضل إن كل واحد يروح ينام في جنب وكل واحد ينام على الجنب اللي رياحه ونلاقي كل واحد فيهم دخل في حالة من حالات الانعزال والغربة عن شريك حياته ودي إحنا بنسميها في الشرع الشقاق كل واحد قاعد في شق كل واحد قاعد في الطرف التاني من النهر بينهم نهر بحر كبير محدش بيعديه وكل واحد قاعد على الشط التاني ثالث مشكلة بقى بتحصل وده ده تأثر سلبي بيحصل ما بين الزوجين إن العلاقة بينهم بتتحجر حاجة اسمها العلاقة الحجرية وكأن إحنا بنشوف كده وكأننا بنتدرج خرص الزواجي إلا إن عزال الزواجي أو الشقاق الزواجي بعد كده العلاقة الحجرية فيوصل إن كل واحد فيهم بعد ما حصل خرص الزواجي وبعد ما حصل إن عزال فتكون تتحاول بقى قلوبهم إلى الجمود وتبقى قلوبهم أسية وما فيش رابط بينهم وما فيش طريقة ممكن يتفاهموا بيها وتتكلس العلاقة ويقل بينهم الود والتفاهم والتعاطف ويبقى قلوبهم على بعض أسية رابع حاجة تزيد بقى التراكمات مش بس كده عندهم لا تزيد التراكمات التراكمات اللي عتبتدي تفسر بتفسيرات في غاية السوق ومما إن السكوت ده ما كانش عن تغاضي زي ما قلنا ولا عن طيب خاطر فيحصل تراكم تراكم بقى لإيه؟ للسواد للنار تراكم للمشاعر السلبية تراكم للجراح وتكون النتيجة عن الخلافات دي إن الخلافات تجيب خلافات وتبتدي لهو تتوسع ويبتدي كل واحد فيهم يشوف التاني على إنه عدوه لإنه بيبتدي يخزن ويراكم فيوصل لنتيجة في النهاية إن أكيد اللي أنا شايفه ده مش حبيبي ولا زوجي ولكن عدوي وفي لحظة من اللحظات ممكن ده كله يؤدي إلى انفجار في لحظة معينة هنا بقى يحصل بقى الأمر الخامس السيء جدا جدا من الأثار السلبية اللي هو إيه؟ الاحتياج للتعويض نتيجة بقى كل السلبيات اللي احنا قلناها اللي شعر بها الزوجين دولة كل واحد من الزوجين ممكن تحت هذا الضغط يشعر إنه هو محتاج للتعويض ويبقوا هم عايشين مع بعض بدون قلب قلوبه مؤسي على بعض وهو حاسس إنه كمان الطرف الآخر قلبه قاسي عليه وبيتئذي منه فيفكر إنه هو يلجأ إلى احتواء بديل الاحتواء خارج الأسر عشان يحس إنه هو عشان يحس إنه هو في حد بيتقبله وحد بيفهمه حد يقدر يفطفض معاه حد يقدر يجبر خطره آه يبقى هو محتاج لحاجة اسمها الاحتواء البديل وساعتها بيبقى عندنا الأسرة خلاص ما بقتش بتقوم بأدوارها وبقى والزوجين ما بيقوش يقوم بأدوارهم وبقى فيه طرف ثالث هو اللي بيقوم بالأدوار دي طب وإيه الأسر السلبية اللي ممكن بقى تحصل في حالة تفضيل الكلام لعدم كسر الخطر أنا هتكلم عشان ما يكسرش خطري أول حاجة أيوة صح أنا عليت صوتي صح لإن إحنا هنا بقى في الوهج بقى في النار أول حاجة العلاقة النارية إيه اللي حاصل هتكلم بقى وإيه يحصل إيه يحصل فيإيه يحصل فيستمر الزوكين في كلام بدون ضوابط ولا يرعوا ضوابط التواصل ولا يرعوا المشاعر ولا يرعوا أي حاجة فإيه يحصل فيحصل كلام كل الكلام يبقى جارح ويتحول الكلام لشكل من أشكال العدوان اللي بيكسر الخاطر ومش بس بيكسر الخاطر بيكسر العلاقة وتتحول إلى حالة من حالات الفوران وهم نفسهم بيقولوا على حد تعبيرهم بيقولوا إيه الكل من التكلم مع بعض بتقوم حريقة في البيت المؤثر التاني بقى هتكلمه ما يهمنيش بقى الكسر الخاطر الكسر الخاطر الحالة التانية إيه شيطانة الطرف الآخر لما الخناءات تزيد كده وتبقى الدنيا بتولع كده هو يقول لا ده ما بيرعينيش ده ما بيشوفنيش ده كل اللي عايزه ده تنوي زيني وبس فعدم التواصل التواصل غير الرشيد ده وعدم اعتبار ده يتحول الطرف الآخر إلى شيطان فأصوره إنه هو في شكل شيطان ويبقى هو وحش كاسر واللي بيحصل لأنه بيكسر خطري ومحدش يكسر خطر بن آدم إلا إذا كان شيطان فتتدمر العلاقة ويحس للحظة إنه هو مستعبان على شرك حياته وهو إنسان في غاية السوق تبقى النتيجة إيه بعد العلاقة النارية وبعد ما بتتكسر الخواطر بهذه الطريقة يوصل الحال إلى إيه إلى هشاشة العلاقة دي نتيجة منطقية إن العلاقة النارية وشيطانة الطرف الآخر لازم نوصل لإن العلاقة تبقى هشة أي حاجة تكسرها وأي حاجة تئسية وأي حاجة تفسدها أي كلمة من أي حد أي كلمة من العيال أي كلمة من أي حد تفسد العلاقة فيشعروا بتراجعوا الشعور بالأمان ويحسوا إن العلاقة مش بس ما بقتش تحسسهم بالأمان دي بقت كمان ممكن تحسسهم بالتهديد وممكن تأذيهم إذية شديدة جدا 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 فياللي بيحصل وممكن تتأثر بأي مشكلة ممكن تحصل ويبتدد الخناءات تزيد وتدخل في أشياء ويستخدم فيها عبارات ويستخدم فيها طريقة كل الطريق كل الطرق المؤزية تستخدم فيه الخناءات في الوقت ده فيشعر لزوجين إن علاقته مع المحك ومهددة طول الوقت وما فيش احتمال لاستمرار العلاقة اللي يحصل بعد كده يحصل فطور في العلاقة